فكان فيه مواد كان لازم ان انت تبقى فاهمها عشان تبقى قادر تقدر تقرأ يعني ايه ميزانية زي تقرأ ميزانية زي تبقى عود مجدارة وتعرف تقرأ ميزانية زي تبقى بتفهم في الفاينانس او الماليات تفهم في الاحصاء تفهم في الاقتصاد تفهم في التسويق الامور دي هم بتاخد ده كله علمي بقى علم بحيث ان انا اطابق وعايز اقولك ان انا وانا في الماجستير مشاريع كتير جدا وانا بعملها كانت بتبقى مخوخدها من النادي الاهلي مشروع معين في التسويق او مشروع معين في الاقتصاد باخد نموذج لنادي الاهلي وطبقوا ونعمل بيه فده طبعا اثقلني جدا جدا يعني توجد العلم والعمل مع بعض بالضبط معين وسعت مداركي بشكل كبير جدا طبعا اصارت حتى في طريق تفكيري حتى على طرابيس مجزد دارة اها الحمد لله فانا مؤمن جدا بالعلم وان العلم هو السلاح اللي احنا بنقدر نحمي به نفسنا وصد يعني عوامل كتير جدا ممكن تأثر علينا احنا كشباب يعني الحمد لله ده واضح جدا يا دكتور المسار الرياضي حاج بدأت بقى الكاراتي في الشرق ايوا وجيت القاهرة بقى بدأت في نادي الشرقى وانا عندي سبع سنين واخدت كل درجات الاحزمة وشاركت في بطلات كتير وبعدين جيت بقى النادي الاهلي كانت بالنسبة لي محطة برضو كبيرة جدا وجاب كبيرة جدا طبعا انا كنت هناك بطل الدولة في الناشئين لكن طبعا كنت متخيل ان انا لما هاجي هبقى بطل الجمهورية طبعا صدمت بالمستوى والواقع كده وربنا الحمد لله يعني كتب لي الخير ان انا اترميت في احضان النادي نادي الاهلي احتضاني والجهاز الفني اللي كان وقتها موجود وسطل الحمد لله موجودين رئيس الجهاز طبعا دكتور مراد عاصم ومدربي كابتل خالص بار فده يعني احتضانوني واحتووني وشافوا فيه يعني حاجة معينة وانا كمان كمان كنت يعني مسلم نفسي خالص لاني مؤمن ان انا الجوه النادي فالناس اللي موجودة فيه امنا علي ففيه اجراءات دي رسالة مهمة دي اه طبعا طبعا فيه اجراءات انا بفتكرها يعني ممكن ما حرج دلوقتي دلوقتي واحنا بنتكلم كان ممكن تحصل مع اي حد يفتكر ان هي فيها حاجة انا ما روحت وشاركت اول حاجة قالولي انت حتنزل تتمرن مع الحزام الاخضر وانا كنت حزام اسود فدي بالنسبة لك انك بتقول لعيب درجة اولى في فريق كورا انت حتنزل تتمرن مع الناشئين انا مخدتهاش كده خالص يعني انا خدتها انها حاجة للصالح بتاعي وفعلا كانت كده لانه قالولي انت محتاج نرجع تاني نشتغل على امور معينة في التأسيس وبعد كده عشان تقدر تحط رجلك في مع الكوبار او مع الحزام الاسود الحاجة التانية اللي عملوها معي طبعا ان انا يوم ما شاركت في البطولات كان بداية بطولاتي شاركت في البطولات الجماعية انت عندنا في الكاراتي بطولات فردي وبطولات جماعية وبطولات الجماعية بتمثل فيها النادي وبتبقى فرق يمكن الناس كدير متعرفش المعلومة دي ان الكاراتي لعبة فردية وجماعية والإفنتات الفردية اللي انت بتمثل فيها شخصك في ميزان معين حطوني في البطولات الجماعية اللي هو ايه يعني خليك وسط زمالك اتدرى فيهم يعني. اتدفى بهم. اتدفى بهم. وحموني. وتعلمت منهم. وخدت منهم الخبرات. منساهمش خالص. ولاده بنات على فكر. يعني كانت تيم ولاده بنات كبار بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا. ليهم بفضل كبير بعض ربنا سبحانه وتعالى. فده لقيته في النادي الأهلي. أنا بعض فكر كده مع نفسي. أنا لم كنتش يعني اشتركت في النادي الأهلي. كان ممكن أبقى مصيري ايه؟ مش عارف. فعلا كان ممكن يعني مسار حياتك كله يتغير. النادي الأهلي فعلا زي ما الكابتن بيقول خيره علينا كلنا. فعلا خيره كله علينا دي. مش كلام. مش جملة. لا يعني ممكن أقعد أحكي للصبح النادي الأهلي عمل معي ايه؟ والحمد لله. فضل ربنا كبير الحمد لله. دكتور كملت انت لغاية لما وصلت بطل عالم. الحمد لله. 2005 كانت أول مدينة لمصر بطرة عالم للشباب. 2005 كانت برونزية الوزن التقيل. ودي كانت خطوة. بعدها على طول تسعة عطوة. أنا عندي عشرين سنة للدرجة الأولى. ولعبت بطولة العالم 2006. وحصلت على المدالة الفضلية. ودي كانت أول مدينة لمصر بطولة عالم كبار. كان بالنسبة لنا بطولة العالم دي يعني اللي هو التمثيل المشرف. أنا وجيل كبير من زمائلي. في البطولة دي كانت نقطة فارقة لمصر في أنها تحقق كذا مدينة على المستوى الفردي. وحققنا كمان برونزية بطولة العالم باسم مصر جماعي. ودي من أخطر الإفنتات اللي انت ممكن تلعبها يعني. نتخيل انت بتلعب خمس لعيبة خمس مقاتلين. وصد خمس مقاتلين من دول العالم كله. وناس كنا نتفرج عليهم في الساعتها كان شرائط فيديو وصد وحاجات كده. فحققنا دي بطولة العالم في 2010. دي كانت المدينة الغالية عليها جدا. كنت قابليها بمر بكبوة. لكن عشان كده أنا أي حد في النشاط الرياضي أو في فريق كرة القدم بيمر بظروف زي دي. بحس بي جدا. وعارف ان هو لو قوي من جواه نفسيا. هيقدر ان هو يقوم ويكمل تاني. انا كمان بفتخر. احنا كمان في جهاز الكراتيب نفتخر ان احنا اللعبة اللحيدة في النادي لم يفهاش أي عضاء رياضيين. كلنا ولاد النادي. كلنا عضاء النادي. كلكم من أبناء النادي. مفيش عضاء رياضيين من الخارج. فخدنا الفرصة كاملة. ودي برضو كان من القرارات مجلس الإدارة اللي كانت توفقنا فيها جدا. لان قبل السنة اللي انا يعني انا جيت 15-16 سنة. وانا عندي 17 سنة. مجلس داري خد قرار اللي مفيش عضاء رياضيين في لعبة الكراتيب. وان احنا لازم نعتمد على اولادنا. وان احنا لازم. فده تحدي تاني للنادي. تحدي تاني خالص. تحدي تاني للنادي. تحدي تاني للجهاز الكراتيب. تحدي تاني. تبتدى المدربين والمدرين الفنيين في النادي يدوروا علينا. يدوروا علينا. يشوفوا مين سنه مناسب ممكن ينفع يلعبوا. جابوني بقى. كنت بتمرن في مدينة نصر. يعني في مكان. يعني مكانش في صالة. عشان كده برضو. يعني هنيجي ان شاء الله. ما نتكلم مع العضاء. احنا اتمرنا فين. وبدأنا ازاي. احنا كنت مرة على البلاط. وبعدها بتدينا ناخد مكان مفتوح. وبعدين في اماكن مفتوح كانت زي تحت مدرج السباحة. يعني تعبنا جامل الحمد لله. يعني. وده ناتيك تو. الحمد لله باني. دلوقتي الحمد لله. الحمد لله. نعم وفضل عندنا ثلاث صلاة من احلى صلاة كراتي. اللي موجودة في شرق الاوسط كله. وانا اعني الكلمة اللي انا بقولها. انا بكلم على. اه في صلاة ممكن تبقى اكبر واقوى. لكن في مجال الفنون القتالية فيه. لكن كان لعبة تخصصية كراتي. الحمد لله. عندنا في مدينة نص صلاة على اعلى مستوى بقالها سنين. السنة دي مجلس دارة. الدورة دي مجلس دارة عمل صالة الكراتي في اهل الجزيرة. وده كان حاجة يعني حلم. حلم بقالنا خمستاشر سنة بالنادي بيه. لان طبعا كانت التنت او الخيمة اللي موجودة دي. مش صالحة خالص. وعطول بتتقطع. والشمس بتعمل مشاكل في البصات. وجدت لنا اصابات. انا عانيت مرة اصابة. عدت فيها سنة كاملة. نتيجة ان البصات ما بيلحقش. الشمس بتاكل فيه. الحمد لله. ده لدينا صالة محترمة بتكييف. فده كله اكيد حيساهم. وحيطلع عبطال اكيد. خلال برضو فترة الوجيزة. هنفتح صالة الشيخ زايد. صالة كاملة. صالة كاملة دورين. فده يعني ما بيجيش بسهل. كده ترجع تلعب يا دكتر. اه والله هنتمنى. اعتقد الملعب دي. خصوصا بعد المديلة الولمبية. ربنا اكرمنا ديها كاراتي. اه طبعا دي. ده استكمال لمشوارنا. استكمال ورسالة لكل واحد. لبس بدل الكاراتي. ده استكمال. لانا لما جبت بطولة العالم. بعدها اعتزلت الكاراتي داخل الأولمبيات. فتتتمنى طبعا انت بتلعب. الكاراتي يدخل الجدوة الولمبي. طبعا واحنا حاولنا كتير. كنا كنا ابطال عالم على مستوى العالم كلنا. كان بنسبة لنا حلم. وعملنا مبادرات كتير مع الاتحاد الدولي. وعملنا افنت هنا في مصر. هو الاتحاد الدولي كان كلف دول معينة الكويسة في الكاراتي. انها هتعمل افنتات تروج بها للعبة الكاراتي. عشان تساهم في دخول لعبة الكاراتي الأولمبيات. وقد كان. عملنا افنت هنا كبير جدا. اسمه الذكاء is on the way. يعني. رمزا للكاراتي يعني. وعملنا افنت كبير جدا. وبعتنا كل ده الاتحاد دولي. واتحاد دولي بدوره وبعت اللجنة الأولمبية. وعملنا زي حالة حراك في العالم كله. أدن الحمد لله ان احنا دخلنا الأولمبيات. كان نفسي كمان الكاراتي يكمل. بس يعني للأسف. مش هنقدر نكمل بيه في الأولمبيات الكبار. لكن هو موجود في الأولمبيات الشباب. طبعا حلم كبير الحمد لله.